طيب خلينا بقى نتكلم شوية فيما يتعلق بملف الراحلين عن النادي الاهلي وبعض التساؤلات اللي دايما في ازهان جمهور النادي الاهلي بخصوص الصفقات هل في صفقات جديدة ولا لأ الكلام على بعض اللعبين الاهلي يتكلم ده مش عارف مين توصل مع ده الكلام الكتير ده فانا هقول لحضراتكم من خلاصة وكل التفاصيل اللي تتعلق بكل تساؤل في دماغ حضراتكم عايزين تعرفوا ايجاب خلينا نبتدي بملف هو مهم جدا جدا في الحقيقة وهو ملف تجديد عقد كل منه علي معلول وعمر السلية طبعا ما فيهش اتنين يختلفوا عن مدى اهمية الاتنين اللعيبة دول سواء علي معلول لعيب مهم جدا جدا ومفتاح لعب مميز وافضل اللعيبة في مركزه في افريقيا وعمر السلية احد ابرز اللعبين في النادي الاهلي على مدار المسلمين تلاتة اللي فاتوا ولعيب مؤثر جدا ولما بيغيب بنحس بمدى تأثير غيابه على الفريق عقدهم هيخلص مع نهاية الموسم الجديد فبالتالي من الطبيعي انه بيتم التفاوض ما بين النادي الاهلي والاتنين اللعيبة طيب الامور وصلة لحد فين المفاوضات ماشية ازاي المفاوضات موجودة وماشية بالشكل الايجابي جدا حتى هذه اللحظة تاني المفاوضات ما بين النادي الاهلي مع علي معلول وعمر السلية بخصوص التأجديد ماشية في اطار ايجابي جدا 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 وفيه زي ما نقول كده فيه قبول بشكل كبير جدا بخصوص بعض البنود الكتير عند الطرفين وفيه رغبة متبادلة عند الاهلي في التجديد طبعا للاتنين وعند الاتنين لعيبة في الاستمرار داخل النادي الاهلي ده بخصوص علي معلول وعمر السلية الامور ماشية في الاطار ايجابي هننتظر طبعا الجديد وحسم الملف بإذن الله تعالى بالتجديد بالنسبة للاتنين لعيبة المهمين دول ويتم الاعلام بشكل رسمي بإذن الله اشتركوا في القناة